اعتماد مجلس النواب العراقي لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة والترشيح الفردي ضمن الدائرة الانتخابية نهاية أكتوبر الماضي خطوة من شأنها منح الأحزاب والكيانات الصغيرة فرصة أكبر لنيل استحقاقات نيابية أفضل لكنه في المقابل منح العشائر التي تمثل غالبية السكان في دائرة انتخابية واحدة حضوظا أوفر في فوز مرشحيها وهنا يبرز دور رؤساء العشائر والقبائل بحسب مراقبين النظام الانتخابي الجديد حفز العشائر العراقية في دوائرها الانتخابية على أخراج مرشحين يمثلون هذه العشيرة وبالتالي استفزت العشائر الأخرى وأيضا قدمت مرشحين وهذا ما يجبر الناخب في أكثر من منطقة على التصويت لمرشحين بحد ذاتهم من هذه العشيرة وفي حين رأى البعض أن تأثير العشيرة في الانتخابات هو أمر واقع بحكم الطبيعة العشائرية لعدد كبير من المحافظات العراقية والتي يتبع فيها أعضاء العشيرة إرادة شيخها حذر آخرون من احتمال أن يؤثر الأمر سلبا على العشائر ذاتها من خلال إحداث حالة تجاذب داخلها إزاء المرشحين العشيرة تتأثر بشكل سلبي أمام أي عملية انتخابية بسبب حالة التجاذب التي تحدث عادة داخل العشيرة بسبب ترشيح العديد من أبناء تلك العشيرة فيعجز في هذه الحالة شيخ العشيرة زعيم القبيلة بأنه يكون موجه لأن هناك إرادة سياسية دخلت إلى العشيرة بدأت تنفق أموالاً تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في نهاية اكتوبر الماضي نظام الدائرة الانتخابية المتعددة ليتم توزيع البلد إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية تلبية لواحد من أهم مطالب المتظاهرين أيو رضا الحرة اشتركوا في القناة